بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وأصحابه وموالاه وبعد فنتابع الحديث في أبحاثه في علم التوحيد في كتاب حول ترجمة المرحوم الإمام العلامة الشهير والعارف الكبير فضيلة سيد الوالد الشيخ محمد نجيب صراج الدين الحسيني رحمه الله تعالى الثالث من الأدلة التي استدل بها سيد الوالد الكريم على أن جميع الكائنات وذرات العوالم كلها هي فقيرة إلى الله تعالى أن يمدها بالوجود دائما قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد فهو الله تعالى الأحد فلا أحد قبله بل هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية وليس مع الأحد أحد لأنه أحد سبحانه وتعالى الله الصمد هو سبحانه الذي يصمد إليه أن يقصد ويرجع إليه في جميع الحاجات والمهمات كلها فهو سبحانه الغني بذاته عن كل ما سواه والمفتقر إليه افتقارا ذاتيا كل ما عداه سبحانه وتعالى فجميع الكائنات بذراتها محتاجة إليه وفقيرة إليه بذاتها ووجودها وحياتها وغذائها وهوائها ومائها وفي كل شيء وهو الغني بذاته عن كل شيء جل وعلا سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين